اشترك الان في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس ولا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم الفاصولية تحتوي الفاصولية على كميات مهمة من الالياف القابلة للذعبان والكربوهايدرات المعقدة وحمض الفوليك والحديد وتحتوي على نسبة مهمة من البروتين وتقدر بحوالي 7 إلى 9 جرامات في كل 100 جرام من الفاصولية الحنطة وتسمى بالقمح المقشور وتحتوي على نسبة كبيرة من السكريات وبعض الفيتامين والدهون أما نسبة البروتين فتقدر بحوالي من 10 إلى 15 جرام في كل 100 جرام من الحنطة الفستق الفستق مفيد للذاكرة ويحتوي على كمية مهمة من العناصر الغذائية من بينها ما يقدر بحوالي 560 سعر حرارية و10 جرامات من الالياف الغذائية وهو من أغنى المكسرات بالبروتين حيث تقدر نسبته بحوالي 20 جراماً في كل 100 جرام من الفستق بذور القراء تحتوي على كمية مهمة من أملاح الحديد الضرورية حيث إن كمية 25 جرام كافية لإمداد الجسم بأكثر من 20% من الحاجة اليومية من هذه الأملاح بالأضافة لعناصر الزنك والمنغنيز والماغنيسيوم والفسفور والنحاس والبوتاسيوم بالأضافة إلى أنها مصدر جيد للبروتين إذ تقدر نسبته بحوالي 15 إلى 36 جراماً في كل 100 جرام من بذور القراء الحمص يحتوي كل 100 جرام من الحمص الغير مطبوخ بحسب وزارة الزراع الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية 364 سعر حرارية وكمية الدهون 6.4 جرام وكمية الكربوهيدرات 60.65 جرام أما عن كمية الألياف فهي 17.4 جرام وعادة السكر 17.70 جرام ويحتوي على نسبة مهمة من البروتينات تقدر بحوالي 19.30 جرام العتسة يعتبر من أوائل النباتات التي استأنسها الإنسان قبل حوالي 13 ألف سنة ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات وعالى الألياف والفولات وفيتامين بألف والمعادنة واختارت مجلة الصحة هيلث ماجازين العتسة كواحد من المأكلات الخمس الأكثر صحية وتقدر نسبة البروتين في العتسة بحوالي 9 جرامات في كل 100 جرام من العتسة الكنوة هي نوع من الحبوب تحتوي على جمع الأحماض اللامنية الضرورية وبالتالي فإنها تعد بروتينا كاملا ولكنها أسهل كثيرا في هضمها من بروتينات اللحوم وبها محتوى أقل كثيرا من الدهون والكنوة خالية من الجولوتين وهي غنية جدا بالبروتين وتقدر نسبته بحوالي 14 جراما في كل 100 جرام من الكنوة الفول السوداني القيمة الغذائية لكل 100 جرام من الفول السوداني تشمل حوالي 567 سعر حرارية ويحتوي على كمية مهمة من الأليافة تقدر بحوالي 9 جرامات ويحتوي على كمية مهمة من الدهون والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين دي وما يميزه أكثر هو احتوائه على نسبة عالية من البروتين إذ تقدر بحوالي 26 جرام اللوزة للوز فوائد متعددة للجسم وتم الدراسات حول فائدة اللوزة في المحافظة على سلامة الامعاء والقولون والقيمة الغذائية لكل 100 جرام من اللوزة تشمل 21.7 جرام من الكربوهيدرات و12.2 جرام من الأليافة ويحتوي أيضا على 49.42 جرام من الدهون واللوز غني بالفيتامينات والمعادنة ويحتوي على نسبة جيدة من البروتين وتقدر بحوالي 21.22 جرام بذور الشياء تحتوي بذور الشياء على العديد من المواد الغذائية منها الألياف والأوميغا 3 كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادنة وتحتوي على النسبة المهمة من البروتينات وتقدر بحوالي 17 جرام في كل 100 جرام من بذور الشياء الكاجو يحتوي على النسبة المهمة من الكربوهيدرات والدهون الصحية والمعادن وكذلك نسبة كبيرة من البروتينات تقدر بحوالي 18 جرام في كل 100 جرام من الكاجو السمسم أو الزلنجان للسمسم فوائد طبية عظيمة نظراً لاحتويه على العديد من العناصر الغذائية فكل مات جرام من السمسم تحتوي على حوالي 12 جرام من الألياف الغذائية ويحتوي على كمية مهمة من الدهون وبعض المعادنة ويحتوي أيضاً على نسبة جيدة من البروتين التي تقدر كمياته بحوالي 18 جرام حب شمس يحتوي على الألياف الغذائية وهو مصدر جيد للفيتامينات وتحديداً فيتامين بواحد وفيتامين بخمسة ويحتوي على كمية مهمة من البروتين حيث تقدر بحوالي 21 جرام في كل 100 جرام من دوار الشمس بذور الخشخاش هي غنية بالعناصر الغذائية والألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأساسية وتحتوي على كمية مهمة من البروتين وتقدر بحوالي 18 جرام في كل 100 جرام من بذور الخشخاش الحنطة السوداء تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن وتعتبر خالية من البروتين وتحتوي على النسبة المهمة من البروتين والتي تقدر بحوالي 13.25 جرام في كل 100 جرام من الحنطة السوداء فولوصيا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية الضرورية لجسم الإنسان لصنع البروتين هذا يجعله مصدرا ممتازا للبروتين الكامل وتقدر كميته بحوالي